وبشأن القطاع العقاري قال رئيس مجلس الوزراء أن هناك تحدياً واجه هذا القطاع في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء وأضاف رئيس الوزراء أن قرارات مهمة صدرت لدعم قطاع التطوير العقاري من بينها مد المدة الزمنية للمشروعات بنسبة 20% وترحيل الأقصات المستحقة على المطور لنفس المدة ما يقلل الضغط الواقع عليهم كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه القطاع العقاري في ضوء طبعاً ارتفاع أسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها والمشاكل كمان في ندرة بعض هذه المواد كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري أكثر من جلسة وكانوا يعني حددوا عدد من المطالب والحقيقة يمكن يعني بناء على التنصيق مع السيد وزير الإسكان الحقيقة كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع أول مبارح وبالفعل أصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري ويمكن خليني أقول لحضركم أهم ثلاث قرارات صدرت إن إحنا هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة عشرين في المية من المدة نفسها اللي موجودة يعني لو واحد مواخد خمس سنين بنديله كمان سنة إضافية فوق السنة دي وبنرحل الإقصاط المستحقة كانت على المطور لنفس المدد وبالتالي ده بنديله يعني نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في أعمال التنفيذ فبالتالي بنديلهم عشرين في المية من المدد الزمنية الإجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه